تواصل الدول الغربية ضغوطاتها المستمرة على نظام الأسد من بوابة السلاح الكيموي وبعد أيام من تجريده كامل صلاحياته الممنوحة في منظمة حضر الأسلحة تعلن مفاوضة نزع الأسلحة التابعة للأمم المتحدة عن اكتشاف مادة كيموية حربية غير معلن عنها داخل حويات تخزين كبيرة في منشآت أسلحة كيموية يمتلكها نظام الأسد ما يشير إلى أنه ماض في إنتاج السلاح كيموي وأن هناك أنشطة إنتاج غير معلن عنها بحسب المفاوضة الأممية وكشفت المندوبة الأممية أمام المجلس عن ألعاب النظام الذي أعلن تسليم كل ما يمتلكه من الأسلحة الكيموية للمنظمة في حين كشفت التقارير والمعلومات التي تم جمعها أن إنتاج غاز الأعصاب تم في منشأة يمتلكها النظام عام 2014 وأكدت خلال حديثها على ضرورة الضغط على نظام الأسد ليعلن عن جميع المواد الكيموية الحربية المنتجة في منشآته وتسليمها لمنظمة حظر الأسلحة الكيموية واشنطن صاحبة المواقف المتشددة تجاه الأسد تهاجم النظام في قبة مجلس الأمن أيضاً يتهم مساعد المندوبة الأمريكية في المجلس نظام الأسد باستخدام أكثر من خمسين نوعاً من السلاح الكيموي منذ بدء حربه على السوريين مطلع عام 2011 ويضيف أن النظام لا يزال يمتلك سلاحاً كيموياً ويمكنه استخدام غازات السارين والكلور حتى الآن